بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين حياكم الله أعزائي الطلبة ونبدأ بالدرس الثاني في هذا المقرر وعنوان الدرس الحديث المرفوع ونبدأ بتعريفه لغة فنقول في تعريفه الحديث المرفوع في اللغة اسم مفعول من فعل رفع ضد وضع كأنه سمي بذلك لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم أما تعريفه اصطلاحا فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة نشرح هذا التعريف فنقول في شرحه أنه ما نسب أو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا الكلام المضاف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا أو صفة وكذلك سواء كان المضيف لهذا الكلام هو الصحابي أو من دونه من تابعي أو من تابعي التابعين سواء كان الإسناد متصلا أو منقطعا فيدخل في المرفوع على المشهور الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع هناك أقوال أخرى في حقيقة المرفوع وتعريفه لكن نقتصر على المشهور منها بناء على هذا التعريف يتبين لنا أن أنواع المرفوع أربعة هي المرفوع القولي المرفوع الفعلي والتقريري والمرفوع الوصفي الأمثلة على هذه الأنواع نتعرف عليها الآن فمثال المرفوع القولي هو أن يقول الصحابي أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ومثال المرفوع الفعلي أن يقول الصحابي أو غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أما مثال المرفوع التقريري أن يقول الصحابي أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يروي إنكاره لذلك الفعل أما المرفوع الوصفي فمثاله أن يقول الصحابي أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم